يخلص الربع الأول تجي إحصائية إلى مدربي الفريقين المتباريين بكل ما دار في الملعب بأدق التفاصيل الآن الربع الثاني انطلق كانت هجما لفريقنا الوطني غير موفقة والفريق الأردني مناول يعني يسموه مناولة عمياء في كرة سلة حقيقة تذهب إلى الخارج ويحصل فريقنا الوطني على الكرة بجهد بأقل جهد وعلي عامر يشير بأصابعه إلى الرقم اثنين وهو طبعا الاسلوب الذي يفترض أن يتبع في بناء الهجمة قتيبة من بعيد وحلوة يا قتيبة حلوة يا بطل ثلاث نقاط نحتاج إلى كل نقطة في سبيل أن نثبت أقنامنا ونحق فوز واحد يأهلنا إلى الإبقاء على آماننا في الصعود إلى الأدوار النهائية وفريقنا الوطني بلاي حسد في موقف دفاعي وهجومي على أحسن ما يرام وهايب شهادة هذا البطل علي عبد الله ووقت مستقطع للفريق الأردني يطلم المدرب الأمريكي ثوماس بالدوين وفريقنا منتشي بهذا وهذا الفريق الأردني طبعا بالتأكيد المدرب غير راضي عن الأداء وبالتأكيد هناك مشكلة كبيرة في هذا الفريق كان يتوقع ربما أنه وراته مع الفريق العراقي لن تكون بهذه الصعوبة على الأقل في البداية لكن الحمد لله لكي تحصل بانتياز على لقب عاصمة السلة العراقية ويحصل فارثها الأول دستاذ تمر رمضان على الرئاسة الفخرية للاتحاد العراقي لكرة السلة بعد أن قدم الكثير لهذه اللعبة فريق الأردني يحاول وحلوة يا علي حقيقة الموقف الدفاعي ممتاز يعني ثلاث لاعبين الآن يغطون وغير مسموه لللاعبين الأردنيين في أن يأخذوا راحتهم في الإنسايد جيم والحمد لله لحد الآن الأمور سالكة ونتأمل أن نبقي على هذه الأمور سالكة إلى النهاية هذا علي الزغابي اللاعب الأردني اللي هو طوله متران خمسة من مواليد العاقبة 1988 يضع الكرة في السلة 15 للأردن 25 لفريقنا الوطني بعد مضي دقيقة وعشرين ثانية على بداية الربع الثاني وهذا علي عامر وتيبة رحمن يلا يا بطل مخالفة المشي أنا ما شايف بها أي شيء اللاعب ارتكز بشكل صحيح لكن تباطع قليلا تبدو كأنه أخذ خطوة للأمام لكن أنا ما شايف أي شيء حقيقة وهذا تحصل في أحسن العوائل لتقديرات الحكم هو الأقرب ونحن راضين بحكم حقا أو باطلا ما دام في حدود اللا تعمد أو اللا تقصد خطأ شخصي ضد فريقنا الوطني استوجب يدخل كرة من أسفل سلة العراق الوردنيون لا زالوا يجاهدون في سبيل تغيير وجه المباراة الحمد لله الأمور ما شايف طريق الصحيح لفريقنا ويعني حقيقة علموا يا جسماعيل يؤدي دورا مميزا يعني وقفت الدفاعية هي غير منظورة بالواقع لكنه دا يمنع اللاعبين من أن يأخذون سبيلهم إلى السلة وهذا فتشي كل شيء ممتاز أن توقف لللاعب التكنيكة تعرف هو يعني تفكر مسبقا وين راح يفوت حتى توقف له بالاتجاه الصحيح وتمنع المحاولة من أن تمتهي بنجاح خطيبة رحمن والكرة إلى الفريق الأردني هجوم سريعنا والمرور إلى السلة يجابه بخطأ فرحمن ما كان لازم ترتكب هذا الخطأ يعني نقطين أفضل يعني نقطين أفضل من ارتكاب خطأ ربما كان يأثر على موقف رحمن في الاستمرار في هذه المباراة خطأ الشخص الثالث وأعتقد الخطأ الشخص الثالث في وقت مبكر رحمن يترك الملعب المدرب فكرة تومي يحاول أن يبقي على حضوظ هذا اللاعب في أن يستمر مع الفريق إلى النهاية وطبعا وجوده في الملعب بشكل خطر عليه لأنه اللاعبين الأردنيين راح يحاولون أن يفوتون من قريبين عليه وممكن أن يرتكب خطأ رابع ويصبح في موقف لا يحسد عليه ورحمن من عمدة فريق العراقي ولا يمكن الاشتغناء أنه إذا أردنا فعلا أن نحافظ أو نبقي على أماننا في تحقيق هذا الفوز خمسة وعشرين للعراق مستعش للأردن الشقيق قبل سبع دقائق وعشرين ثاني على نهاية الربع الثاني أو الشوط الأول قتيبة حاول يمر تمريرا من نهائية لكن كان هناك مخالفة المشيطة قتيبة والكرة في صالح الفريق العبدين صانع الألعاب العبد أدى 13 نقطة في المباراة الأولى وخطأ شخصي هذه المرة ضد من خطأ شخصي كان خطأ هجومي على ما أعتقد وظن على اللاعب رقم 15 اللي هو أيمن منير أطول اللاعب في الفريق الأردني متران سبعة موالد عمان 1978 وفريقنا في موقف هجومي الآن هذا قتيبة حلوة مناولة نهائية رائعة ومحمد صلاح يضع الكرة برهاوى في السلة بعد أول محاولة هجومية لهذا اللاعب اللي حل محل رحمن الذي ارتكبت ثلاث أخطاء شخصية والمرور ناجح إلى السلة وأخيرا الفريق الأردني يسجل عن طريق اللاعب أيمن منير ويحصل هذا اللاعب الذي هو مثل ما قلنا لكم أطول اللاعب في الفريق الأردني متران سبعة طبعا يتساوى في هذا الطول مع محمد الشاهر اللي ما اشترك لحد الآن وأيمن يضع الكرة في السلة أما صلاح يدفع الكرة إلى علي مهي اسماعيل علي عمر طالب قتيبة وتنخطف الكرة من قتيبة ومرور ناجح إلى السلة نقطين الفريق الأردني وهناك وقت مستقطع الفريق العراقي طلبه مدرب منتخبنا الوطن وفكرة تومن ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خطأ شخصي للفريق الأردني الخطأ يستوجب قيام الله برقم 10 اللي هو أسامة محمد برميتين حرتين فريقنا ما زال متقدم بفارق مريح 39 له 24 الفريق الشقيق وسامة ينجح في لعب الرمية الحرة الأولى 29-39 وسامة كان رصيدة ست نقاط في المباراة الأولى اليوم هو موفق بشكل أكبر إلى حد ما وسامة في الرمية الحرة الثانية كرة ترتد من السلة ويحصل عليها محمد صلاح علي عبد الله يدفعها إلى علوش قتيبة حلوة مناولة نهائية رائعة ومتازة يا مالك يا بطل ممتازة يا قتيبة السست رائع كان ونقطيا أخرى جميلة لفريقنا الوطني يلهم حماس الجمهور ويرفع حقيرته بالتصفيق والهتاف لفريقنا الوطني المتألق في هذه المباراة وهذا اللاعب الأردني اللاعب رقم 9 اللي هو علي الزغابي يسجل نقطيا الفريق الأردني فريق الأردني يدافع بحماسة أكبر هذه اللحظة طبعا استعادة ما يمكن استعادته قبل نهاية الشرط ضرورة مهمة وملحة الفريق الأردني قتيبة مالك شنها الحلاوة شنها البداعة عيني عليكم باردة يا أبطال حقيقة يأدون دور رائع كان يفترض أن تكون نقطيا هذه أنا ما أدري شون الأمور مشت بهذه الطريقة الغريبة وما أعرف حقيقة لحد الآن شن القرار هناك مشاورات على طاولة التسجيل بين الحكم ومراقب المباراة ومثل ما بس نذكركم أبدا لأنه في كرة سلة يجب أن يعني نقول الرصيد في الحكم يشير إلى أن الكرة في صالح الفريق العراقي والجمهور سعيد وفرحان لهذا القرار اللاعب وسامى محمد يتحدث إلى حكم المباراة يعني لماذا هذا القرار حقيقة هنا بعدم وجود الإعادة لا نستطيع أن نقول أي شي قتيبة تسع ثواني ثمانية سبعة ستة وخطأ شخصي ضد مالك فالح خطأ شخصي أفهم ضد علوش أحمد منشد الخطأ الشخصي يستوجب قيام علوش برميتين حرتين قبل ست ثواني تماما على نهاية الشوط الأول يلا يا بطن هناك إشارة إلى أنه هناك رميتين حرتين يلا علوش أحد أحمدك فريغنا الوطني مع ليش معكم مشكلة فدوة بس جيب لنا الثانية ونسامحك ممتازة ممتازة اثنين واربعين سواء عشرين اربعة ثواني ثلاث ثواني ثاني تين ثانية واحدة من بعيد والكرة ترتد ويخفق الفريق الأردني في التسجيل قبل نهاية هذا الشوط الذي انتهى بنتيجة جيدة جدا لفريق من الوطني اثنين واربعين نقطة لنا للعراق وسبع وعشرين للأردن استراحة أمدها عشر دقائق ونعاود اللقاء بكم أيها الأحبة اشتركوا في القناة